موسيقى دعا خبراء وباحثون الى تفعيل دور التمويل الاصغر للمساعدة في تمويل المشروعات التنموية الانتاجية والخدمية في البلاد واكدوا خلال مشاركتهم في منتدى اشراق ضرار الشهري الخامس للتمويل الاصغر الذي نظمته جمعية مؤسسات وابنوك التمويل الاصغر السودانية بالتعاون مع هيئة تنمية الصناعات والاعمال الصغيرة دعوا الى ضرورة تفعيل اليات التمويل الاصغر لتحقيق التنمية وبحث سبل تفعيل برامج ومشروعات التمويل الاصغر وتقييم التجارب السابقة وقياس مدى الاستفادة منها ذلك فضلا عن دورها في دعم الاقتصاد الكلي للبلاد في ذات السياق اشاد النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق علي عثمان محمد طاها بالانجازات التي حققتها تجربة التمويل الاصغر بالانتقال من المحيط الاجتماعي الى الاقتصادي الرسمي دعيا الى مزيد من التنسيق والترتيب للأولويات التي بنيت من اجلها فكرة التمويل الاصغر الان بلا شك ان دائرة الفقر تتسع حسب المعدلات الرسمية لاجهزة الرصد الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم تتضاعف المسئولية على مؤسساتكم لادخال هذه الدائرة الواسعة في دائرة الانتاج والانتاج الكبير يعني لا بد من ان نفكر في هذه المسألة ونطور الان المشروعات التي تنتقل من الانتاج الزراعي الى القيمة المضافة في التصنيع كما هو الحال هنا ثم الى ريادة الاعمال لتصبح شبكة واسعة من الاعمال التي يمكن ان تكون اساسا للاقتصاد لان فكرة بناء الاقتصاد على المشروعات الكبرى فقط هذه فكرة الان صارت محل نظر ومراجعة في كل المدارس الاقتصادية وترهن الدولة على مشروعات تمويل الاصغر في تخفيف حدة الفقر ومحاربة البطالة ورفع مستوى المعيشة وتحسين البيئة والتنمية المجتمعية الامر الذي يفسر اهتمام اجهزة الحكومة في كافة مستوياتها لتقديم الدعم والمساندة لمؤسسات تمويل الاصغر في اطار توجه الدولة نحو تفعيل التمويل الاصغر وتقييم الادا في دعم الشرائح الفقيرة ناقش منتدى اشراق درار للتمويل الاصغر الخامس الذي نظمته جمعية مؤسسات وبنوك التمويل الاصغر السودانية بالتعاون مع هيئة تنمية الصناعات والاعمال الصغيرة واتحاد المصارف السوداني تجربة التمويل الاصغر والصغير بعنوان القيم المفاهيم والتطبيقات تأتي اهمية التمويل الاصغر في هذا الاطار في انه هو الادا والوسيلة المهمة الان والاستراتيجية لزيادة او لتحسين مؤشرات الاقتصاد في هذا المجال في جانب تخفيف نسبة البطالة وفي جانب زيادة الانتاج وفي جانب تقليل الواردات واكد المتحدثون في المنتدى الدور الكبير الذي تلعبه جمعية مؤسسات وبنوك التمويل الاصغر لتطوير قطاع التمويل الاصغر وتوسيع دائرة الانتاج والانتاجية عبر تفعيل وتبسيط الاجراءات التي تتخذها الهيئات التمويلية في مجال التمويل الاصغر لتحقيق نتائج افضل هيئاتنا هذه خرجت من الرحم بتاع مؤسسة التنمية الاجتماعية مثلها باستكثير من المؤسسات فنحن سعيدين جدا انه ننضم متأخرين شوية في مسيرة التمويل الاصغر وبعدين نسعى للحصول بعدين على التصاديق والاجراءات والحاجات وهدف منتدى اشراق ضرار الى المساهمة في تفعيل تنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة دور التمويل الاصغر في الناتج المحلي والاجمالي ورفع معدلات الادخار لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض مستوى الفقر مشاهدين لمزيد من التفاصيل ارحب بضيفي من الخرطوم السيد معتز عثمان علي مدير العمليات في مؤسسة تنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم سيد معتز السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله حياك الله يعني بدءا برأيك الى اي مدى يمكن ان تسهم مؤسسات التمويل الاصغر في توسيع دائرة المستفيدين من برامج التمويل الاصغر والله في الحتة دي يعني توسيع دائرة الانتاج والانتاجية زيادة سخفة التمويل التدريب اللاحق وتدريب السابق لقمة قبل التمويل وما بعد التمويل دي حاجات تسهم في اعداد المستفيدين لمشروعات تتواكب والمطلبات المرحلة فالترويج مهم في الحتة دي يعني نعمل ترويج للمشروعات وترويج للتمويل ده بنجزب يعني كمية من المستفيدين الجادين والناشطين اقتصاديا لدفع عجلة التنمية الى الامام هل تتوقف تجربة فقط على الترويج ام هنالك وسائل لتطويرها والدفع بها حتى تصبح اكثر اقناعا للمستفيدين يعني انحنا بنعمل سنويا مهرجان التشغيل مهرجان التشغيل فيه تسويق فيه عرض لمشروعات فيه عرض لتجارب مشروعات ناجحة فده بيجزب كمية من المستفيدين ويلفت انتباههم لانه ممكن يخش في العملية حقة التمويل يعني مش الترويج يعني الترويج واحده الترويج للتجارب الناجحة يعني اي انسان بيكون مغدم علي انه يخش في تجربة حقة التمويل اصغر اكيد بيكون فيه نوع من التخوف والهاجس من انه غد يفشل في الحتة دي فونس انه يقوم يشوف مشروع ناجح وتجربة ناجحة قام بها انسان عادي بسيط فده في حد ذاته بديه دفعه لانه هو يقوم يطرق باب المشروعات المنتجة برأيك يعني هل نجحت بالفعل تجربة التمويل الاصغر في تحقيق اهدافها لمحاربة الفقر والحد من البطالة الى حد كبير الى حد كبير يعني مثلا تجربة مؤسسات اجتماعية لما بدت في 97 وهي طبعا مؤسسة من اكبر المؤسسات ومن اقدم المؤسسات التي اشتغلت في مجال التمويل يعني مؤسسة دي وانشت في العام 1997 حتى 2007 العشر سنين الاولى كانت مشروعات اسر منتجة يعني هي في حد ذاته هي التمويل الاصغر يعني المؤسسة يعني لما اقدمت على التجربة الاولى ده كان دافع ومحفز لانه هي تكون اكبر مؤسسة ناجحة في عاملة التمويل الاصغر من بدت في 2007 حتى 2017 يعني المؤسسة اثبتت انها هي فعلا صاحبة الغدح المعلة في برنامج التمويل الاصغر من خلال غاعدة كبيرة من المستفيدين يعني المؤسسة في البداية ومقوم بغلب المؤسسات لكن انا بتكلم عن المؤسسة مؤسسات اجتماعية بالذات لانها هي المؤسسة الاغضم في المجال ده ففي العام 1997 كانت الشريحة المستهدفة اللي هي المتلقية الزكاء يعني اخراج متلقية الزكاء من دائرة العوز الى دائرة الانتاج والانتاجية ونجحنا الى حد كبير في الحتة دي فلقينا انه مثلا يعني هي الشريحة نوعا ما ضيغة فقلنا ننتغل لانه يعني عشان ما يخشوا ناس جدد في دائرة الفغر وما دون الفغر فكرنا في انه نحن نقوم ندخل حتى محدودية دخل في العملية حقة التمويل الاصغر فقمنا انشاءنا مجموعات ما هو اللي يهجم عياتها الغاعدية يعني انت بدل تشتغل مع الافراد المجتمع كل وحالته نحن نقوم ننزل للمجتمع ونعمل قواعد ومواعين ونجحنا في الحتة دي يعني اس المواسسة حتى الان عندها ما يغارب الالف وخمسمية سبعة وثمانين جمعية مسجلة بغانون التعاون وولاية الخرطوم يعني بيقى في مواعين جاهزة ممكن يعني بكلمة واحدة من مدير عام وستانة اجتماعية في جزء من الزمن ممكن تصل لحد المستفيد في اي حتة كانت في ولاية الخرطوم هل بذا يمكن ان نقول انها نجحت فعليا في محاربة او في الحد من الفقر بالتأكيد بالتأكيد يعني ذا بالدليل يعني واصلتنا اجتماعية يعني في العام الف تسعمية في العام الفين وسبعة عشر التغرير تغرير الاداء انه نحن محفظتنا التراكمية بلغ العدد المستفيدين من المشروعات ما يغارب ما يفوق المية كم وسبعين الف طبعا ديل فيهم بيكون تكرار يعني ممكن يكون واحد الشعال العملية الأولى والعملية الثانية يعني ممكن يكون فيه فردي يتكرر اكتر من مرة لكن كحساب للممولين للعمليات التمويلية اللي قمنا بها ما يفوق المية واحد وسبعين الف مستفيد عملية بمبلغ ما يفوق المية كم واربعين مليار بالجديد يعني خمسمية كم واربعين مليون يعني ده رغم كبير جدا جدا ومحفظتنا نشطة ناو شغالين بها عندنا مية واحد يعني مية واحد واربعين الف يعني مية واحد واربعين مليار وفيها ما يغارب كم واربعين الف ديل المستفيدين حاليا للمشروعات يعني ما زال الترنينج مستمرة برامج التمويل الأصغر سيد معتز يعني تواجه بعض المشاكل منها مشاكل روتينية وتكرار أفكار المشروعات المقترح تمويلة ويرى البعض أنها لم تطور من نفسها بالشكل المطلوب يعني ما المطلوب من هذه المؤسسة لتطوير أكبر وكيف يتم تنظيم ذلك والله السؤال ده مهم جدا جدا لأنه نحن يعني ماذا رجل بنعاني لكن بنحب أن المستفيدين دائما يخرجوا من حتة النمطية في المشروعات التغليد في صورة عامة يعني ممكن مستفيد يشوف مشروع نجح عن أحد المستفيدين فهو يقوم يقول أنا دائر عمل نفس التجربة دي بتقوى أشكالية هنا بقول له ما تعمل لكن أنت لما تكون عاوز تتطبق تجربة نجحة عن عميل آخر يعني تبناها يعني تبناها ويفهمها ويبدأ من حيث ما انتهى العميل السابق يعني هي حتة التغليدية حقا المشروعات بتمثل لنا نوع من الهاجس لكن نحن ساعين بالتدريب تدريب السابق للعملية التمويلية والتدريب أثناء والتدريب ما بعد العملية التمويلية ده بيخلي العملاء شوي كده يعني يفهمه دعنا نتوسع في مسألة التدريب بعد تنفيذ هذه المشروعات يعني يرى البعض أن المستوى الأداء والمهارات الإدارية والتسويقية للمستفيدين بحاجة لتطويرها حتى تتواكب ورؤية التمويل الأصغر في تطوير مشروعاته يعني ما هي وجهة نظركم في هذا الشأن فيما يتعلق بالمشروعات الموولة لضمان نجاحها مستقبلا يعني ما زلت بركز على الحتة بتاعت التدريب يعني ما ترويج وبس التدريب وانا نطعنا لنا برنامج اسمه الاس وي بي اللي هو يعني كيف تبدأ مشروعك دعنا بناديل المستفيدين قبل ما يخش في العملية التمويلية يعني يعرف انه هو يعني عشان يقوم يخش في عملية حق التمويل يختار له مشروع معين قبل ما يختار يعني قبل ما ينفذ المشروع هو يقوم يشوف أنا حسويق لي منه أنا أنا زبوني منه لكن ما أجأ خش أنا في مشروع حتى بعد ذاك أقوم أفكر فيه أنا دارة بيغي لي منه دي اللي إشكالية لكن نحن من الملون الدورة التدريبية حق التالي اس وي بي دي بتخليه يحدد انه هو فعلا داير يبيع شنو وليمنو واختيار المشروع ذاته حسب مواهلاته وحسب البيئة الساكن فيها وحسب يعني استطاحته المالية يعني مرتفع مشروعات بتحتاج لين انت مثلا تقوم تدعمه ماليا منك أثناء المشروع مع بعض المشروع بي نقوم نديهم دورة تانية اللي هي الاي وي بي اللي هو الامبروبيو والبيزنس يعني كيف تطور مشروعك يعني نحن ما قاعد نبعد من المستفيدين يعني بندربهم يعني تدريب يعني مرت بيكون حتى في شكل ونسى يعني نحن من بداية تسجيل الجمعية لحد ما هو يتمول حتى اللغاءاته في المكتب يعني أثناء ما هو بكون قاعد مع ضابط الاعتمان أو خصائي الاعتمان أو خصائي التنمية دينا حدا مع طبره ذاته جزء من التدريب لأنه بيناقشوا وكذا يعني ما بنشتغل شغل بتاعينه مثلا انت داير كذا نديك لا يعني فيه في تجازب بينه بين العميل وبين الاصطاف العامل هل هذه الرؤية التدريبية حسب وجهة تنظركم بمثابة يعني الخطة المتعددة النوافذ لتقليل المخاطر هناك كثير من المشروعات شابتها بعض المخاطر وهناك يعني مستقبلا ربما بعض المشاريع تتعرض لهذه المخاطر ما هي التدابير اللازمة التي يبقى أن تتبعها البنوك ومؤسسات التمويل الاصغر لتقليل هذه المخاطر إلى جانب التدريب الذي تفضلت بالحديث عنه طيب اللي هي تدابير عشان ما يحصل أي انهيار أو كولابس لأي مشروع من غير التدريب السابق والتدريب اللاحل الذي ذكرته قبل يعني بيكون في تأمين المشروعات يعني افترط أعمل تأمين للمشروع باعتبار أنه حصل أي ريسك أو حصل أي حاجة ممكن التمويل يعني يعني ما بتكون ما بتكون فقدتا ما بتكون فقدتا المشروع لكن أنا داري ركز بأنه نحن مثلا تجربتنا في المؤسسة اللي بتحتمد على التدابير بتحتمد على شنو بتحتمد عليه ضابط التنمية أو ضابط الأخصائي التمويل يعني أخصائي التمويل بيكون لصيق بالعميل يعني في كله خطوة يعني ما معناها الدواء التمويل وبس هو تبقى العلاقة لينك بينه يشير أيها المتابعة اللي يفتح عليك يعني بيكون في متابعة ويعتبرون حتى العميل يعني بيكون في ريليشن بينه وبين خصائي التمويل يعني لو حصل أي حسة بينه المشروع داري يتعسر داري يعني فيه أي حاجة كده بطوالي بيكون شنو معاه باتصال يعني على طول يعني يعني ممكن يلقى منصح يلقى يلقى أنه مثلا المشروع داري حصل يعني حسة بأي حاجة ممكن هو يلحقوه يعمل شنو كده يعني لكن ما بنبعد منه يعني متابعتنا متابعة لصيقة يعني علاقة بيننا يعني علاقة يعني ما مع علاقة ممول مع عميل يعني هي علاقة يعني نحلها من عملنا دراسة رزال أسر يعني كل الناس بتكلموا عنه أنه إحنا زي كأنه جينا بيتنا يعني ما جينا وقفنا قدام موظف ويدعمل معنا بمستندات لا يعني جينا حسينا بأنه يعني ناس فغلا دار يخدمونه يعني فيما يتعلق بالبنوك يعني ما هي الضمانات التي يجب أن تتوفر للبنوك لاستداد هذه الأموال والله الضمانات طبعا بتختلف من كل مؤسسة وضمانات المؤسسة التمويلية سواء كان مؤسستنا أو غيرها والبنوك بتختلف نوعا ما يعني مثلا نحن نسي الضمانات الأساس المتاحة كلها يعني مثلا في ضمان الشيكات في ضمان الشهادة مرتب في ضمان المملكات في الرهن الأراضي في الحاجات النفيسة لكن نحن مثلا في المؤسسة أو مؤسسات التمويل بصورة عامة كذا يعني بتركز على الضمان الشخصي وضمان الطرف الثالث اللي هو الشيك وضمان المرتبات ضمان الشخصي ده ده اللي هو مثلا للناس اللي ما بقدر يعني يعني شعني نورك إنه نحن في لينك بينه وبين العميل ما بنحس بإنه هو يعني بس ندو قروش وهي قوم رجع عليه لا يعني نحن بنتابعه وبنشد من أزره عشان هو ينجح لأنه كل ما نجح أنا بحس بإنه أنا أخرجت إنسان من دائرة الفغر ومن دائرة العوز وبالتالي يعني دخلت إنسان جديد وعملته ناشط اجتماعي فالضمان الشخصي ده يعني يجي يجي الضامن يجي بس رغم وطني وش هذا السكن ويجي امضالين امضالين بس استمارة بس إنه هذا يعني زي وصلة أمانة ولكن يتخوف البعض من هذه الإجراءات لضمان تنفيذ هذه المشروعات ويرى كثيرون أنها خرجت من المسار الذي خطت له أو الهدف الأساسي الذي خطت له أو قيمت بنائله هذه الفكرة فكرة التمويل الأصغر اللي هو محاربة الفقر يرى البعض أن هذه الضمانات بمثابة القيود التي من شأنها يعجز الكثيرون في الإقبال أو لا يفكرون في مجرد الإقبال على تنفيذ هذه المشروعات مع مؤسس تمويل الأصغر والله ما عليش أسمح لي لأنه من خلال تجربتنا حتى ما بيلقى شيك عشان يضمنوا زول بيشيك سواء كان منه أو من المحيطة اللي حواليه وما لقى زول يضمنوا بيشهادة مرتب أنا بيوفر للتمويل بالضمان الشخصي يعني لا شيك ولا شهادة مرتب يجي زول بس من عائلتك من جيرانك من أصحابك من زملائك أختها تضمنها أمها تضمنها يعني بس بي المستند خليت أنا أكثر من كده طيب ما هو دور شركات التأمين في حماية العملاء من خطر الإعساء اللي هي دائما نحب منها شركات التأمين يعني نحن عندنا نحظاته اتفاقية مع شركة السلامة للتأمين عشان نقوم نمويل المشروعات اللي فيها الرزق يعني مشاريع الزراعية المشاريع المشاريع الإنتاج الحيواني يعني عندنا مشروعات كثيرة فدي هنا العميل لما نعرف إنه فيه تأمين على المشروع أكيد بيغضم عليه لأنه يعني فيه ناس كثيرة بيتخاف من إنه هي تخش المشاريع الإنتاجية الضخمة يعني سواء كانت المشاريع إنتاج حيواني أو إنتاج زراعي لكن لما نحن يحس بأنه العميل يعني فيه ضمان أو فيه جهة بتتعهد بأنه لو حصل أي كولابس للمشروع ده يعني هو ما مساءل ومشروعه ممكن يغوم من ثاني دي 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 تقوم بيها الشركات التأمين وشركات التأمين دايما بتأمن بتأمن على المشاريعات خاصة الإنتاجية منها وده الحاجة بنزعالها نحن في مواسطة اجتماعية من منطلق الخرطوم عاصمة الانتاج يعني دارين معدى مشاريع يعني تزيد بالانتاجية يعني ما المشاريع النمطية التجارية العادية نعم هناك بعض الأراء تتحدث عن تقليدية الإجراءات وبعض التعقيدات الإدارية التي لا تتناسب مع احتياجات العملاء هذا في مسار ما بدأنا الحديث عنه في مجمل هذا الحوار برأيك هل هذا الحديث في وجهة نظركم يده صحيحاً أم لكم وجهة نظر أخرى والله أنا قبل طبعاً قلت لك في البداية لما بدأنا لما بدأت المؤسسة بالذات أنا مع ليش يعني حتكلم بصفة خاصة كده عن المؤسسة لأنه تجربة يعني عايشتها سنينة عدة يعني فقلت لك كان بنعمل مشروعات اللي هي خاصة بالمتلقي الزكا فوانص إنه نحن زلنا للمجتمع وانتشرنا بالكمل هاي اللي قلت لك من العدد من الجمعيات المنتشرة في الولاية فنحن وصلنا الناس دي في بيوتة يعني ممكن هل تتخيل أنا واحد من الناس يعني ممكن نعمل التدريب الأول حق التنوير للجمعية ده يمكن نعمله في ظلشيرة وحصل عملناه يعني نحن نمشي للناس في مناطقهم فنعني انتشرنا يعني دي ما فيه أشكالية وحتى تجراءات دي نحن ما قاعد نقيف يعني يعني مثلاً أقول لك المناطق الطرفية دايما يعني مثلاً مناطق الطرفية في الولاية فيها كثير من التعقيدات فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية أيها بس الله يفتع عليك يعني الأوراق الثبوتية بنلقى أنه الأوراق الثبوتية عايق يعني أنا مثلاً أشعر أنا موي لك محتاج مثلاً لشهادة السكن أشهادة السكن يوجد أورادي بتكون متوفرة لكن محتاج منك للرقم وطني المستند الجريد للرقم وطني سابقاً كانت الجنسية فنحن في المؤسسة عملنا مشروع اسمه مشروع الأوراق الثبوتية اللي هو بيكون في أريا كاملة في المناطق الطرفية ما عندهم أوراق الثبوتية يعني بتلقى العائلة تلقى الغرية كلها لا فيها يعني المطلقة ما عندها شهادة ما عندها قسمة طلاقة المزوجين ما عندهم قسمة الرغم وطني يعني الجنسيات البطارات الغومية فقمنا عملنا مشروع الأوراق الثبوتية ده وبادرت بيكون مؤسسة وما في يعني جيها طرغة الباب ده قبل كده بنسوق التيم بتاع وزارة الداخلية وبنشلهم في مناطقهم يعني في منطقتهم وبنمول نحن يعني حتى لو ما عندك يعني تمن الاستخراج الأوراق دي نحن بنعمله كتمويل مبالغة طبعا صغيرة يعني حاجة ما تعدى الخمسين ستين جينيه برضو بنحن بنعمله يعني كتمويل نديه تمويل ندفع له وندفع للتيمة العامل في وزارة الداخلية إنه يستخرج له ويستخرج له وهي يرجع لي غيمة الحاجة دي بعده ويبقى عميل جاهز لأنه نقوم أشتغل معه لأنه نقعنا ورغة السبوتية يعني لابد منها طبعا هل أنتم راضون تماما عن هذه التجربة حتى الآن؟ الحمد لله كل الرضا ربما هذا يشكل عايقا في تطوير التجربة مستقبلا هذه نظرة الرضا هذه والله هي ما هذا نقول بيشكل عايق لكن نحن ماشيين بخطة حتيسة وإن شاء الله يعني تماما يعني الكمال لله لعن الأكيد نحن نحن في تجربتنا طالما وسلنا يعني عندنا غاعدة عريضة يعني اتخيل معاي نحن مرات بنفسفيد منها غاعدة دي يعني نحن العلاقة ما الأبروش ما المنهج من فوق الأعلى لا نحن مرات نحن نستفيد من العملاء يعني نستفيد من تجاربهم يعني مرات بيجونا بمشروعات يعني نحن ممكن في البداية نتخوف منها أو نقول مثلا مشروع فاشل يعني المشروع ده ممكن ينجح نجاح يعني يعني منقطع النظير يعني حاجة نحن ما قلنا يعني خاتل لها أي بال أو ما مددنا اهتمام يعني وده من خلال تجارب كثيرة جدا جدا يعني لو يسع المكان للحاجة يمكن نسكر ليك تجارب يعني يمكن يعني تندهش من انه مثلا تجربة نجحت يعني نحن جديد علمنا منهم جديد علمنا من المستفيدين مشاريع يعني ما كنا متوقعين انها تنجح النجاح الباهر السيد معتز عثمان علي مدير العمليات في مؤسسة التنمية الاجتماعية في ولاية القرطوم اشكرك جزيلا كنت معي على الهواء من القرطوم شاهدين عقب فاصل قصير نتحول وياكم الى اخبار الولايات الاقتصادية اشتركوا في القناة